السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نرحب بالجميع في هذا النشاط الخاص بالتطبيقات الكتابية لمستوى الرابع الأسبوع الخامس المجال الغابة السؤال الأول أضبط بالشكل التام الكلمات الآتية وفق موقعها في النص سوف تقومون بشكل الكلمات للمكتوبة بالأخضر وفق موقعها في الجملة التي أمامكم بالنسبة للسؤال الثاني أضبط الجملة من النص بشكل التام لدينا جملة سنقوم بشكلها ولكن قبل ذلك علينا أن نقرأ الجملة جيدا حتى نتبين عناصرها وحكمها للعرابي ثم نشرع في شكل الكلمات السؤال الثالث أستخرج من الفقرتين الأولى والثانية بعض الأفعال وأصنفها وفق المطلوب الفقرتين من كتاب الواضح في اللغات العربية الصفحة 183 عنوان النص الحطاب والشجرة العجوز سأقرأ لكم الفقرتين بعد ذلك ستستخرجون الأفعال الموجودة بها ذات يوم نظر الحطاب طويلا إلى شجرة في الغابة وقال هذه الشجرة لم تعد تثمر مثل ما كانت من قبل ولا فائدة من وجودها الآن لا بد من قطعها سمعت الشجرة العجوز كلام الحطاب فحزنت وقالت له أيها الحطاب الجار ألا تتذكر جوارنا منذ سنين طوال ألا تذكر فضلي عليك قبل أن أشيخ وأهرم كم هبتك من ثمار وظلال بعد استخراجنا للأفعال سنصنفها داخل الجدول إلى صحيحة ومعتلة مع ذكر نوع كل فعل صحيح وكل نوع فعل معتل النشاط الموالي أقرأ الفقرة وأكتب الجمل الشرطية في الجدول قال الحطاب يخاطب نفسه إن يشرب ولدي عسل النحل مخلوطا بأعشاب الغابة يستعد عافيته وإن أعقد صلحا مع النحل أنجح في مهمتي داخل هذا الجدول ستقومون بوضع الجمل التي استخرجت موها من الفقرة بحيث تحددون أداة الشرط الجازمة وفعل الشرط وجوابه النشاط الخامس أعود المصدر بأن والفعل بالنسبة لجملة الأولى ألا تذكر فضلي عليك قبل هرمي؟ المصدر هنا هو الهرم وسنقوم بتحويله إلى فعل مسبوقا بأن ونحن سبق لنا أن درسنا أن وتعرفنا عليها وقلنا أنها تقوم بعمل إذا دخلت على الفعل المضارع فما هو هذا العمل الذي تقوم به؟ هل تجزم الفعل المضارع وتكون علامة الجزم هي السكون؟ أم تنصب الفعل المضارع وتكون علامة النصب هي الفتحة؟ إذن عليكم أن تبحثوا عن الفعل الذي سوف نشتقه من هذا المصدر المكتوب باللون الأحمر سنبدأ الجملة ونقول ألا تذكر فضلي عليك قبل ثم أكمل بأن والفعل الذي سأشتقه من المصدر هرم كذلك بالنسبة للجملة الموالية قبل الحطاب ترك الشجرة العجوز وشأنها المصدر هنا لدينا هو ترك سنقوم بتحويله إلى فعل مع أن ثم نقوم بشكل الفعل الجملة الموالية نحاول المحافظة على أشجار الغابة سنقوم بنفس العمل أي أننا سنحاول المصدر إلى فعل مع أن بالنسبة للنشاط السادس أكتب اسم الإشارة أو اسم الموصول المناسب لكل جملة الجملة الأولى المهندستان زارة الغابة تعملان في مجال المحافظة على البيئة والجملة الثانية نقط المتعلمات هنا نقط نظمنا معرضا عن غابات بلادي بالنسبة للسؤال الأول سنشكل الكلمتين هكذا نظره لم تعد بالنسبة للسؤال الثاني وقف الحطاب هنيهة يفكر في كلام النحل بالنسبة للسؤال الثالث الأفعال الموجودة في الفقرتين الأولى والثانية هي نظر، قال، تعود، تثمر، كانت، سمعت، حزنت، قالت، تتذكر، تذكر، أشيخ، أهرم، وهبتك سنقوم الآن بتصنيف تلك الأفعال إلى أفعال صحيحة وتضم الفعل نظر، أثمر، سمع، حزن، تذكر، ذكر، هرم بالنسبة للفعل الصحيح نظر فالنوعه سالم، أثمر، مهموز، سمع، سالم، حزن، سالم كذلك تذكر، ذكر، هرم، كلها أفعال سالمة بالنسبة للأفعال المعتلة، لدينا الفعل قال عاد، كان، شاخ، وهبا بالنسبة للفعل قال عاد، كان، شاخ، فهي من نوع الفعل الأجوف أما بالنسبة للفعل الوهبة، فهو فعل مثال السؤال الرابع، أقرأ الفقرة وأكتب الجمل الشرطية في الجدول بالنسبة للجملة الأولى، إن يشرب ولدي عسل النحل مخلوطا بأعشاب الغابة يستعد عافيته، والجملة الثانية، إن أعقد صلحا مع النحل، أنجح في مهمتي والآن سندرج تلك الجمل في الجدول الذي لدينا الجملة الشرطية الأولى، يشرب ولدي عسل النحل مخلوطا بأعشاب الغابة، يستعد عافيته، أداة الشرط الجازمة إن، فعل الشرط يشرب، فعل جواب الشرط يستعد الجملة الثانية، إن أعقد صلحا مع النحل، أنجح في مهمتي، أداة الشرط الجازمة إن، فعل الشرط أعقد، جواب الشرط أنجح بالنسبة للسؤال الخامس، أعوض المصدر بأن والفعل الجملة الأولى، ألا تذكر فضلي عليك قبل هارمي؟ ألا تذكر فضلي عليك قبل أن أهرمه؟ قبل الحطاب ترك الشجرة العجوز وشأنها، قبل الحطاب أن يترك الشجرة العجوز وشأنها، نحاول المحافظة على أشجار الغابة، نعوض المصدر بأن والفعل فنقول نحاول أن نحافظ على أشجار الغابة بالنسبة للسؤال السادس، أكتب اسم الإشارة أو اسم الموصول المناسب لكل جملة؟ المهندستان اللتان زرعة الغابة تعملان في مجال المحافظة على البيئة؟ هؤلاء المتعلمات هن اللائن الضمن معرضا عن غابات بلادي شكرا لحضراتكم على المتابعة، هذا إسماعيل لرشق يحييكم